السلام عليكم. في الوقت اتكلم عن مشكلة في الار ان انزي. حكامنا قد كده عن وعن في حالة العادية وقلنا ان المشكلة الكبيرة بتكون في يعني. وقلنا ان ده بيحصل كتير لما تكون فيها مثلا اتنين غالبا مش هيكون في مشكلة قوي في في لما كل ما تزود عدد ال الارز كل ما بتزيد. يعني غالبا مش يكون كبير قوي يعني. في ناس اه بتحاول تتجرب حاجات ضخمة جدا بس حتى الان الناس اللي الحياة الطبيعية المستخدمة ما بيكونش كبيرة قوي. وكمان لما يزودوا عدد ال الارز بيعملوا حاجات مثلا شبه حاجة اسمها ريزيديوال نيتروكس. انا ما اكلمتش عنها بس حاجة يصيرش عليها هتلاقي ريزيديوال نيتروكس. طريقة كده بتسهل ان تتزود عدد ال الارز مغير ما تتعرض للبانيشن جريدين بروبليم. مشكلة الفانيشن جريدين بروبليم في الار انا انز اكبر بكتير. لان انت الحقيقة انت اه عندك مشكلتين. عندك ديب نيتورك من امتجاهين. من ناحية الزمن ومن ناحية الاسبيس. يعني لو انت عندك نيوال نيتورك فيها خمسة لايارز بس. يعني ار انا ان فيها خمسة لايارز بس. بس السيكونس اللي شغالة عليها طول السيكونس مسلا ان افريج ميت اه المنت. وده مش كتير لو انت مشغال مسلا على كاراكتر ليبل ار انا انه ولا حاجة. فانت هتلاقي كأن عندك نيوال نيتورك خمسوني لايارز. منهم خمسة فعلا خمسة اكشوال سبيس لايارز يعني خمسة اكشوال لايارز. ومية وتدرقهم في مية عشان انت عندك كل سيكونس عبارة عن 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 مية كلمة او مية حرف. وببالك انت عندك شايف الراجل ده شايف حاصل الدرب ده او شايف الساميشن يعني شايف حاصل الدرب ده. الدرب ده لو انت مسلا بتجيب لو تي مسلا بمية. ماشي? فانت هتلاقي انت في النص محتاج تجيب بارشل اتش مية باي بارشل اتش واحد. وده هيكون عبارة عن حاصل ضرب ميت المنت مختلفين. فانت الفكرة ان لو كل المنت من دور عبارة عن ماتريكس نعرفين ده كده عبارة عن ماتريكس يعني. فا. لو افتردت ان الارقام جوه كل ماتريكس ارقام صغيرة. فانت تضرب ميت ماتريكس صغيرين في بعض. فاكيد هتلاقي نتيجة انها صفر. هتلاقي ان حيبا فيه في الحالة دي. هنرجع للترم ده تاني بالتفصيل ونتكلم عنه بالتفصيل كمان شوية. بس انا عايز اقول ان مشكلة في الارقام انز مشكلة مهمة بالذات لما يكون فيه لونج ترم ديبندنسيز بتوين الكلام وبعض. هناخد مثال. تعال نرجع نرجع لعم سعيد. اللي احنا نتعبينه معين. لو ترك مثلا كان اسم الملك. المبجل. المعظم. مش عارف حامي الوطن. بياع الخضار. وشوية كلام كده كتير شوية جمل اعتراضي كتير وعلي قلت ايه? سعيد. طيب. وانا دوقتي بعمل فدلوقتي انا عارف كانسان ان سعيد ده اسم علم موفوض يطلع هنا واحد. وده عشان انا اري من زمان قوي قبل كل صفحة من الاوصاف دي. ايه? ان هو كان اسم الملك سعيدي بقى. الاسم كان اسمه سعيد. طبعا انا تجاهلت التشكيل اللي نفوض يكون سعيدا. بس نتجاهل المضادة ده. في الحالة دي انا عرفت ان سعيد ده عالم علشان هو كلمة اسمي دي جات من زمان قوي. طيب. خلينا عنا الجملة تانية. شبه دي بالزبط. كان الملك. المبجل. المعظم. حامل الوطن. بيع الفجل. سعيد. فكده الملك كان سعيد وهو مسلا بيلعب كرة او لا حاجة. في الحالة دي سعيد يعني فرحان. قديم مش اسم علم. انا برضو عرفت ان هو مش اسم علم من السياق القديم. فاظن ان اللي حدد لي ازا كان سعيد ده اسم علم ولا مش اسم علم حاجة من زمان قوي. حاجة كده من زمان قوي. طبعا كلمة اسم خليته لعلم. بينما دي ما بقاش علم. فالقصد ان سعيد كتير في السيكونسز يعني. بيكون اللي بي يحدد لي حاجة هو حاجة من زمان قوي في السيكونس. طبعا هو اغلب الوقت بيكون الحاجة المؤثرة هو الكونتكست القريب. ده ده اغلب الوقت صح يعني. في اغلب الوقت مسلا لو انا متدايق دلوقتي فغاليبا حاجة حصلت مسلا من عشر دقايق ولا حاجة. ولكن سعيد لو احد بيفكر ما سيفتكر حاجة حصلت اوها بتانيك بدائي. يعني مسلا ساعات كده افتكر ان انا بتانيك بدائي للمدرسة العربي بتاعتي تصاريت للمسطرة مسلا. مسلا. فساعاتها اعطي عيط وبعدين مي سدتني خمسة جنيه. يعني خمسة جنيه ساعتك حاجة كبيرة ممكن تجيب بيها مسلا ارشي مصطرة ولا حاجة. بس ستيل فاكر المواقف ده ومدرسك انا اسمعها ميس اماني او انا فاكر ده كويس. مش معنا نعم الدائق ولا حاجة بس انا لازلك فاكر ده كويس. فانت ساعات ممكن تكون الكنتكست اللي بيحدد النتيجة معاينة حصل من زمان اوي. ماشي. فمشكلة العادية دي اللي هي دسمية نسميها البيزك re-n-n او الفانيلا re-n-n. النهاية وحنشوف الكلام ده بشكل اعمق وكش فهيا ان هي مش بتقدر تكاتشر ال long term dependencies بسهول. لان اخد المثال تاني على موضوع ال Long Term Dependency Double English. اا ادرك مسلا ده مثلاً إيه هو هو رود هو سيلد ده سي نشاط لاودي كلمة انجليزية تنفع ولا هو سيلد ده سي and رود the desert and ضرب this guy are bad ماشي؟ دي كده جملة انجليزية طيب كلمة R دي انا عرفت ان هي R منين R دي بتعود على the people وبالك كل الجملة اللي في النص دي كلها مفيهاش اي معلومة بتقولك اذا كان ده مفرد ولا جمع انا عرفت ان R هستخدم هنا R مش is علشان the people القديمة جدا حلو ماشي كان ممكن الجملة دي تتغير ويبقى هنا the person who sailed the sea and rode the desert and ضرب طبعا ضربوا يعني ممكن ممكن خليها انجليزية عشان ما اش فيه فرق the person and hit this guy is bad ماشي ممكن ساعتها برضو p long term dependency طيب تخيل معي من حيث المبدأ لو انا اشغال بRNN وهي مش قادرة تفتكر حاجة من زمان قوي تفتكر حاجات بس من قريب قوي ساعتها هي تفتكر مثلا ثلاث كلمات تحتيجي عند كلمة R هي بتقرر تجينيريت R ولا is ماشي خبالك ده انا كده بجينيريت كده بجينيريت output كده softmax يعني ذا المال في عدد من يربع كلمات في الأول كلمات كلمة بعض الكلمة عشان هي الكنتكس بتاعها الصغير. حت generate is او حت تطرد او حت predict is. عشان this guy is bad. انا لو عايز حاجة حيقية فعلا فانا لازم تعود على المفترض ولمفترض تكون فاكرة الكلام القديم ده كله. فمشكلة الار ان ان الطبيعية دي وحنشوف دلوقتي ان هي مش دلت تذكر الحاجات القديمة وده بيحصل عشان حلو? تعال نشوف دليل. الاول لو عندي ده فده كده اول اكس واحد اكس اتنين اه واحد اكس اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر احداشر اتناشر ترتاشر اربعةاشر خمستاشر. ماشي? فانا دلوقتي نفترض ان النتورك في الاول خالص حصل غلط. طلعت لي ايز وانا مفود استني ار مسلا صح? طيب فانا عايز احسب الارور اد تايم خمستاشر مسلا. اد تايم خمستاشر. او اد تايم خمستاشر. لا طلع موجود وانا عايز ابدات الويت او الويت مترس التاعتي بحيث ان الارور اد تايم خمستاشر يروح. عشان هي ببريدكتة ايز وانا عايز ار. دي معادلة البريدكشن بتاعي. طيب فاي خمستاشر. ايبقى بارشل اي خمستاشر بيبارشل واي خمستاشر. فبارشل واي خمستاشر بيبارشل ادتش خمستاشر وهنا احط خمستاشر. وهنا برضو ايه? خمستاشر. ايبع عندي هنا هو كل دور خمستاشر. 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 طيب. الراجل ده لو انت بصفيت فيه شوية. خد بالك عشان تحسب الارور او التفاضل الارور بنسبة الويت اللي هو يعني او هنا اه انت بتسم مجموعة الترمات. من اول كي ايقوالز واحد حد خمستاشر. فتعندك كزا ترم يعني في اخر بارشل اي خمستاشر. باي بارشل دابليو. عبارة عن نجموه خمستاشر ترم. صح? انت عاني نسميه مسلا ده بي واحد. بلاس بي اتنين. بلاس بي تلاتة. وهكزا. بلاس بي اربعتاشر. بلاس. بي خمستاشر. خمستاشر ترم. عشان نشوف كلمة مسلا عند time equals 14. عندي k equals 14. مسلا لو عندي الارور ده عبارة عن مجموه 14 ترم. نحن نشوف عندي v 14 ده. شاعتنا هتلاقي ان الكي بتساوي 14. فالاي هتساوي 15. يبقى عندك الترم ده او البرودكت ده هيبقى ترم واحد بس. 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 صغيرة كتير قوي في بعض. حلو. قارن ده بمسلا الترم رقم تلاتة. خبارك الترم المؤثر جدا من نسبالي هو الترم رقم تلاتة. آآ ترم رقم اتنين الحقيقة ده بي بول. ترم رقم اتنين. تعال بص كده عالترم رقم اتنين. هنا. هتلاقي الكي آآ بتساوي اتنين. صح? فالاي بتبدأ من تلاتة لحد خمستاشر. فانت تقريبا هتضرب اتناشر ترم في بعض. اتناشر ماتريكس في بعض. لو الحلول هناك قيم بتند قيم爷 مثلا انتحقول الماتريكس كده. اشعلم اتنين من عشر. تمانية من عشر. تسع من عشر. مش عارف اتناشر فقيم صغيرة. فاتن تضرب اتناشر ماتريكس في بعض صغيرة. طبعا الماتريكس مختلفة كلي متريكس مختلفة يعني. بس فيه احتمال كبير جدا ان ناتج الدرب ده يطلع لك ماتريكس شديدة الصغر. يعني ماتريكس صغيرة يصدقى القيم دي اصغر من كده كمان ساكنين من مية عميد контрoli. طبعا انا على حسب الماتريكس يمكن تفانيش وممكن تأكس بلود على حسب الدنيا. بس انا بتكلمتي في الكيس تاعت الفانيشين جريديانت دين مشكلة الاضخم يعني مشكلة الاكس بيتحل بالسهولة بان انا بس لو لاقي الماتريكس القيمة فيها كبيرة قوي بعملها كليبين. خاصل مسلا القيم اكبر من ريشلد المعين انا بحدده هعمل كليبين وخلاص مش 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 ازمة كبيرة يعني. نما الفانيشين جريديانت مشكلة ان هو بيموت الترينين خالص. فالقصد دلوقتي ان الكنتريبيوشن بتاع اول ترم او بتاع ترم لا هو كلمة في اتجاه الجريديانت انا انا في احددلي انا محتاجة اغير الويت في اتجاه ازود الويت ولا غاية ولا أقلل الويت يعني تعانى مشكلة. نفترض ان انا عندي بدأ الويت متريكس واندي ويت فيكولا. نفترض ان انا عندي بس كنا انا مهزة. فالسالة انا عندي عندي الويت بقت ويت بيت فيكتور مش ويت متريكس. فهتلاقي مثلا ان دي اربع ترشل قيمته كبيرا. الترم الناتج عن الرقم اربعة الناتج عن جار هيقول مسلا يا جماعة انا عايز اغير في اتجاه ده. عايز ده يكون بتاعي. حلو. وده قد لك يعني نوعا طبعا كده بشكل بالحب شوية. انا شايف ان دي كلمة هتكون عايزة تكون لان هي متعود دايما ان مفرد لو هي تعلمت حبة الاول يعني فجاي مفرد. اقول كلام يعني كلام منطقي بالنسبة لها. فهي عايزة تغير الويت بتاعي في اتجاه يخليلي ده علشان هي متوقعا ده صح. يا شايف ان ده صح. ده مفرد. فهي هتحاول تغير الويت في الاتجاه اللي يخلي النيورون ات تايم خمستاشر يزود بتاعت كلمة از. بينما الراجل ده ده هو صح. بس هو عايز يغير في اتجاه ده. عايز غير الويت فيكتور في الاتجاه ده. بس هو عايز اغير اوي 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 يعني لو انا اصلا نوخ ان ده كبر ده اوي عشان خمستاشر الواحد ده ثرمي كبير يعني. فاللي هو يعني الراجل ده يقول لك ايه يا عم انا من وجهة نظري المتوضع انا شايف ان احنا نغير الويت فيكتور في الاتجاه ده. الانتاني ده يقول له ايه مش ياض من هنا محضش طلب رائع. عشان ايه عشان بتاع ده سغير اوي او ماكنيتود اللي هو هنعبر عن 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 قيم طبعا الماكنيتود بتاعه. لو احنا نتكلم كماتريكس بنتكلم في اللي هو حاجة مناظرة شوية اللي هو حاجة مناظرة شوية للاهول في اكبر بكتير قوي من ماجنيتود اللي جاي من الترم رقم اا اتنين رقم ان فعلا الراجل ده هو الكلام صح. يعني هو عايز يغير الويت في الاتجاه الصح. ولكن الراجل ده ماجنيتود الويت فيكتور اكبر بكتير فبتالي هو اللي بيكسب وهو اللي بيقرره وبالتالي النتورك مش بتاعلم في حالة ايه? في حالة البسيطة دي. طيب ااا تعال نتكلم بشكل ماتيماتيكا الاكتر سنة صغيرة مش تكلم بشكل ماتيماتيكا الاوي يعني. ونتكلم انت بيحصل وانت بيحصل حاجة اسمها تعال بص على نفس المعادلة دي تاني كده. طيب انا عايز دلوقتي ان الراجل ده حاصل الضرب ده عبارة عن حاصل ضرب شوية ماترسيزي. يعني تعال بص على الاراجل ده هو راجل ده هو لي حد لو ده كبير يبقى الكلام كبير صغير بكلام صغير. فباي من اول i equals k plus واحد لحد i equals مثلا t. او بارشل اتش اي بارشل اتش اي نقص واحد. طيب تعالى نسمي بارشل اتش اي بارشل اتش اي من اتش واحد نسميها اي اي مثلا. فعندي كلا باي. من i equals k plus واحد. ل i equals t. اي اي. ايه عبارة عن الماتريكس انا قلت عايز اعرف الماتريكس دي يعني حاصل الضرب ده بي اكسبلود ولا بيصغر. لو كل ماتريكس من دول اي اي صارت كبيرة اوي. ساعتها حاصل الضرب هيكبر اوي اوي اكسبلود. وهيديني في البروغرام بتاعي نوت انامبر اللي هو دخلت في الانترنتي مثلا او حاجة كبيرة اوي. بينما لو القيم اللي جوه الماتريكس صغيرة. حيفانش. وهيديني صفر تقريبا. بالذات لو الفرق بين k و t كبير اوي. لو مثلا عندي سيكونس مثلا خمسين كلمة ولا مية كلمة ولا حاجة كده يعني. طيب في بس معلومة كده هقولها. معلومة بتقول ان النورم بتحصل ضرب اتنين متريسيس. اصغر من او يساوي النورم بتاع الاولاني. في النورم بتاع التاني. ماشي دي معلومة هقولها بدون اثبات. انا عايش انا عارف ناس ولا بتحببوا الاثباتات قد ايه. فانا هقول دي ما غير اثبات. وممكن ازبتها بعدين ان شاء الله. في المهم دلوقتي ان حاصل الدرب ده هيكون عبارة عن حاصل دربي كل الماتريسيس دي. انا على بعضة دهkal أعبارة عن معتريكس. يا عايز أعرف في ترمد على بعضه هيكون كبير ولا صغير. فانا عايز لجيب نورم بتاع الترمد على بعضه. طيب انا أجيب بالنورم بتاع حاصل الدرب ده بتاع باي من ايه يواجز كي بلاس واحد لتي او اه بارشل اتش اي. لهو لو аканий اي. اي كده على طول. فده هساوي او ده هيكون اصغر من او يساوي النورم بتاع ايه ويجب ان اتنين. فنورم بتاع اي تلاتة. وهكذا لحد النورم بتاع اي تين. مثلا بالتأريب كلا يعني ايجي كونين اقصوية واحد. اي اي? اي. اي اا اا اام. لو دا كن اي اقوالس واحد. يعني تعمل بقلنا عندي من اي اقوالس واحد لحد تين. لو كيب واحد يعني انا لانا بشوف الوقتي الاو الكيب واحد. او خليه كيب. وابدأ هنا من اول اي ك وهنا هيبقى كي بلاس واحد كي بلاس اتنين وهكذا كي بلاس واحد كي بلاس اتنين وهكذا احد رجل. طيب كنا اضغل من او يساوي شوية النرمات دي طيب تعالى نفترض النرم ده في اخر رقم. ماشي تعالى نفترض ان اكبر واحد من دول يعني سمي يطلع مسلا هنا اتنين من عشر. فضي يصلع مسلا تلاتة من عشر. رضي يطلع مسلا واحد من 10. فعنا في 13 اعطم 10 و اكبر واحد فانا هعرف term اسمه جاما ماشي عبارة عن maximum over مثلا ك اكي مثلا اكبر واحد من دول. طيب فدلوقتي نورم اللي انا عايزه ده الحاجة اللي انا اصلا نفس عبر لو دي كبيره يبقى انا هيحصل إكس بلوتين جريديانت لو دي سغيرة هيحصل فينشان جريديانت. طبعا اول كي بلس واحد. لحد T AI تراما ده الجاما ده اكبر واحد اكبر واحد فيهم وتراما ده اصغر من او يساوي حاصل الضرب ده فهو اكيد اصغر من او يساوي يعني اكيد كل واحد من دول اصغر من جاما ماكس فممكن اكتب هنا جاما ماكس جاما ماكس جاما ماكس جاما ماكس صح اكبر واحد فيهم وبالتالي تراما ده اصغر من دول فهو اكيد اصغر من لو خليت كل واحد فيهم جاما ماكس لانا كده بكبر الترم ده طيب ميزة دانر هقول ان ده اصغر من او يساوي جاما ماكس باور T ناقس كي لانا عندي T ناقس كي ترم لانا عندي هنا من اول فانا عندي T ناقس كي ترم مضرومين في بعض كل واحد فيهم اكيد اصغر من جاما ماكس وبالتالي النور اللي انا بدور عليه من اي اي كوالز كيبلاس واحد اي اي اصغر من او يساوي جاما ماكس مضروبة في نفسها تينا اسكيمور فكهة بكل بساطة ان الجاما ماكس ده لو طلع رقم اكبر من رقم كبير في ساعتها رقم كبير باور رقم كبير لوف تران انه مثلا التيب مية والكيب واحد مثلا فقول لكم باور رقم كبير literal رقم كبير حيث ساعتها هيحصل لي في حالات الاست mere if i Praptee verder ده. طبعا فيه كلام تيوريتيك الاعمق من كده هتلاقوه مسلا في البيبر اللي بتتكلم عن 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 الموضوع ده يعني بيربطوا بقى ما بين الجاما ماكس ده وما بين دي وحقيقة ده كده بس انا مش هتخش في الكلام ده انه مش 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 اولوية كبيرة قوي بالنسبة لنا دلوقتي. طيب بشكل عام انا هدفي يعني انا في الاخر احنا شوفنا الار ان اني دي مش حلو قوي او او الفانيلا ار اني مش حلو قوي عشان حوار الراجل ده انا انا غالب ان الا اكسبلودي اها بنش احتملية ان انا يكون عندي محترم ولا في اكسبلودينج ولا بنشينج لازم يكون مجمع ماكسب واحد شكل ما يعني او قرب الواحد اوي ودا احتماليته ضئيلة جدا فسو كل اللي بيحصل ده يعني ايه في بيبرت تانية بتطلع ايه في ناس اظن اني الناس في فيسبوك تقريبا حاولوا ايه يغيروا شوية في الاركتكشور شوية بحيس او في او في اللي هما بيتعاملوا معاها دي شوية بحيث ان هما يحاولوا ان يكون الرقم ده قريب جدا من واحد او تقريب بسيئة واحد. فالناس عمل شوية عشان يحلوا وان كانت طريقة اكتر للتعامل مع هي باستخدام حاجات زي اللي هتكلم عنها بعدين. والجي اريوز. اللي هتكلم عنها بعدين برضو. اه اختصار اه اسمها فده الطرق الستاندرد دلوقتي الناس بتعامل بيها مع ودي عبارة عن مختلفة يعني حاولنا نعمل بقى مختلف غير الاركيتكتر اللي احنا متعادلين عليه ده. هنشوفه بعدين يعني عشان نتعامل مع مع وزي ملت عند كده حلاها اسهل ان انا لقيت القيمة دي كبيرة اوي انا اعرف اعمل كليبنج ان هو هلاقي مثلا عن حد معين انا عمله كليبنج وساعتها برضو هتحرق يعني الفكرة ان معنى كبير اوي ان انا الفكتور اللي تلاقيه ده كبير اوي فانا هنط نطات كبيرة اوي طب انا بس انا ممكن اصغره شوية اضربه اعمله كليبنج كده اصغره ان هو مسلا الماكسمم اه فيكتور لينت مسلا يكون كده مسلا. ساعتها انا نزلتها هتعلم. فاقشتها انا متعلم. انها مشكلة الفانيشنجريت بروبنج انا ما بقيتش بتعلم اصلا فلاس بقيتش بتحرك انا بقيت استكفي مكاني او بقيت بتحرك بناء انا لحيا غلط. انا بقيت زي ما قلت هنا الراجل ده هو الغلط وهو الايه لصوته عالي. بينما الراجل ده هو الصح وهو لصوته واطي. علشان هو طلع جس جي من زماني يعاني مش اكبر. فلا احنا عايزينه طبعا احنا مش عايزين نفكر ان احنا مسلا عايزين ندي ويت اكبر للحياة القديمة. وبقى ده مش صح انه اغلب الوقت فعلا بيكون الحياة القريبة هي الاحسن. احنا عايزين نفكر في مارنة. تقدر تديني يعني تقدر تدي ويت اكبر للحاجات القديمة او الحياة الجهيدة على حسب الكنتكست. على حسب الدنيا عامل ازاي. انا تسمح بكده وتسمح بكده. فانا لازلت شايف او احنا نفوض لازلنا مقتنعين ان الحياة القريبة فعلا تأثيرها في الكنتكست بيكون اهم. والجمل بالشكل المريب ده مش دايما بيكون هي اكتر جمل في اللغات وبالتالي ما ينفعش اعتبرها هي الاساس وضوع على حاجة تدي ويت اكبر للحياة القديمة. ولكن انا احيانا اقدر اسمح للحاجات القديمة محترم لو طلع هو ده صح يعني. فده اللي هتحقق هن واللستي امز هتتكلم عنه بعدي.